مشاهدين محور نقاشنا كالآتي حول ملف اللغة الأمازيغية تخصيص 91 مليون دينار من ميزانية التسيير للمحافظة السامية للأمازيغية توسيع تدريس اللغة الأمازيغية وإقرار الفاتح من يناير عيدا وطنيا يعتبر عام من المكاسب بالنسبة للغة الأمازيغية كذلك الإعلان الذي أعلنت عنه وزارة التربية في ما يتعلق بتخصيص وفتح 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية بداية من الموسم القادم هي نقاط وأخرى مشاهدين نسعد بأن نناقشها مع السيد سيلهاشمي عصاد الأمين العام المحافظة السامية للغة الأمازيغية مساء الخير سيدي مساء الخير شكرا للاستضافة شكرا لك بداية حتى ننطلق سيد سيلهاشمي عصاد في الحديث عن ملف اللغة الأمازيغية ننطلق من تخصيص ميزانية قدرت بحوالي 91 مليون دينار من ميزانية التسيير ستخصص للمحافظة السامية للغة الأمازيغية من أجل العمل على ترقية هذه اللغة أكثر فأكثر كيف استقبلتم هذه الميزانية؟ تجديد للميزانية هي ميزانية المحافظة السامية الأمازيغية في سياق ميزانية رئاسة الجمهورية باب ثالث من الميزانية تجددت ونتكلم عن ميزانية التسيير لأن أيضا المحافظة السامية الأمازيغية بمقرها الذي سخر بالكامل المحافظة لتتوسع وتتوسع أنشطتها استفادت من ميزانية التجهيز هذا أيضا مهم جدا وأكثر من هذا منذ 2014 بجدية العمل في الميدان في مختلف ولايات الوطن لأنه ضروري أن نترجم البعد الوطني المحافظة السامية الأمازيغية تستفيد من ميزانيات ولاية الجمهورية يدعمون أنشطة المحافظة السامية الأمازيغية وخير دليل هذا ما جسدنا هذا الأسبوع في تمرسة لو لا تجنيد سلطات المحلية وميزانية ولاية تمرسة ما تمكننا من تحقيق ملتقى وطني بحضور كل الكفاءات الجامعية لمختلف مناطق الوطن في عمق الجزائر في تمرسة إذن ميزانية ما هي إشكال بالنسبة للمحافظة نحن نقول ميزانية نلقوها عند كل أطراف كل الشركاء لأنها ملف الأمازيغية هي ملف كل مؤسسات الدولة أكيد خاصة بعد ما تم دسترتها تم تخصيص يوم وطني للغة الأمازيغية طيب بالنظر إلى مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا العام إذا حكينا عن مكاسب من أجل ترقية اللغة الأمازيغية وكذلك تعميمها عبر كل التراب الوطني اليوم المحافظة السامية للأمازيغية ما هو البرنامج من أجل أن يكون هناك توسع أكثر في مجال اللغة الأمازيغية وتعميمها على المستوى الوطني أنا نقول أولاً يعني مكاسب دسترة اللغة الأمازيغية تداعيتها الإيجابية واضحة وهي خريطة الطريق جديدة للمحافظة السامية الأمازيغية وكانت توجيهة فخامة رئيس الجمهورية في 27 ديسمبر في أواخر سنة 2017 تملي علينا أن نكون في هذا الصميم تحدي لأن خريطة الطريق واضحة من بين هذه التوجيهات وهذه التعليمات أولاً تعميم اللغة الأمازيغية توظيفها في كل مؤسسات الدولة وخاصة قطاع التربية وخطاع التعليم العالي وقطاع الثقافة هذا بين الأولويات يعني قطاع التربية يخصص مع دخول الموسم القادم في ثمية منصف مالي فيما يتعلق بالتعليم التعليم الثانية هي تعليمة أيضاً في صميم تحدي اللي ينتظرنا هو وضع قانون عضوي وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية لتكون مؤسسة أكاديمية مكملة لمجهود محافظة السامية الأمازيغية وبطبع القرار التاريخي يعني الاعتراف الرسمي بعيد يناير عيد وطني كل سنة أنا نظن هذه المكاسب تفرض علينا أن نجتهد أكثر اجتهد مؤسستي وبرنامج سنوي تعليفين وثمانتاش هو برنامج لتكفل الجدي بترقية اللغة وثقافة الأمازيغية وتتحظى المحافظة السامية الأمازيغية باهتمام كبير من حيث الاستراتيجية التي حققناها في السنوات الأخيرة لأن عندنا رسيد تجربة 22 سنة وجودنا في الميدان وجودنا مع أيضا المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة يعطينا هذه القوة أن نقدم مخطط جديد مخطط فيما يخص تعميم تدريجي للغة الأمازيغية في المدرسة وإحنا مع وزارة الطربية الوطنية لأن الملف يعني أساسا هذا القطاع أن يكون مخطط واضح المعالم كيف نقوم بتعميم تدريجي للغة الأمازيغية بتقديم بعض التصحيحات فيما يخص مثلا إضفاء التغطية على الطور الإبتدائي أولا كمرحلة أولية أولية وتخصيص هذه المناصب والمناصب اللاحقة إلى تغطية وطنية وكل الولايات نحن في 38 ولاية ولكن إن شاء الله في الدخول المدرسي المقبل تغطية وطنية ولكن في الطور الإبتدائي وبالموازات يكون تكثيف الجهود مع قطاع التعليم العالي لفتح معاهد التعليم العالي مثلا في بزرعة هذه السنة هي الدفعة الثانية وتخرج دفعات حصلية على شهادة التعليم العالي كأسات ذات طور الإبتدائي مهم جدا ولكن لابد أن يكون تعميم المعاهد العليا إلى بعض الولايات ولايات الجنوب خاصة وهذا اقتراح المحافظة السامية الأمازيغية فتح معهد اللغة والثقافة الأمازيغية بتمراست فتح معهد عالي في ويرغلا يكون كإضافة لما تحقق كمكاسب لأن هناك أربعة معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية في تيزيوزوب جايا بويرا وباتنا ضروري أن نمر إلى هذه المرحلة لنعطي دفع قولي لمراحل أخرى يعني بالنظر سيدة سيلهاشمي أعصاد الإستراتيجية اللي سوف تعتمدها المحافظة السامية للأمازيغية كورقة طريقة جديدة يعني تعتزمون مواصلة تعميق الخبرة اللي اكتسبتها على مرار العديد من السنوات ما بين كل الدوائر الوزرية والشبكة الجامعية والمجتمع المدني حتى يكون هناك تفاعل أكثر من أجل تعميق وترسيخ اللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني بالنظر إلى ورقة طريق المحافظة السامية الأمازيغية خلال سنة 2018 وسنوات القادمة نحن عندنا نظرة برقماتية يعني باش ما أولا ما نسرعوش يابد من التشاور مع الفاعلين أكيد والفاعلين هم أولا في الجامعة ثانيا هم ممارسين هذه اللغة يعني كأساتذة وكسحفيين ونا أيضا نعتز بهذه التجربة التي فتحتها قناة نهار لتواصل باللغة الأمازيغية لابد أن تتعمم لأن هناك دفتر شروط وهناك إرادة وتنسيق مع سلطة الضبط لأن تتعمم وتوظف اللغة الأمازيغية ورنا أيضا في خطوة أخرى أن تكون اللغة الأمازيغية في إطار الخدمة العمومية لأن دسترة اللغة الأمازيغية اللغة وطنية ورسمية هذا يفرض علينا أن نقترح إلى الدوائر الوزرية كل وحدة يعني في صلاحيتها أن تقوم وأن تبادر لترقية اللغة الأمازيغية هذا ما يمليه جوهر بطور وكذلك في الاستراتيجية المحافظة أن نولي اهتمام لتكوين المتواصل لأن الأساتذة لابد أن تكون مرافقة بتكوين متواصل وكذلك الصحفيين وكذلك المستخدمين أن يستعملوا اللغة الأمازيغية في كل مناطق الوطن لأن كنا نتكلم عن الأمازيغية نعطي فرصة لغير ناطقين باللغة الأمازيغية أن يتعلمون هذه اللغة لغة كل جزائريين إذن مبادرات مع جمعيات ثقافية مبادرات مع الجمعية الجزائرية إقرأ مع المركز الوطني لمحو الأمية لأن هناك طلب طلب على مستوى متزايد لتعليم اللغة الأمازيغية هذا يحيكون على مستوى الاستراتيجي المحافظة السامية الأمازيغية طيب سيد سيلهاشمي عصاد بالعودة إلى مشروع إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية ولي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية وكلف كذلك الحكومة للسعي لإعداد مشروع قانون عضوي طيب في اعتقادك الإضافات اللي رح تكون من خلال هذا المشروع كيف بإمكانك كذلك أن يساير البرنامج لورقة طريقة التي تعتمدها المحافظة السامية الأمازيغية ولأن الاجتماعات على مستوى المجلس الوزاري نصبت لجنة مصغرة ممثلة لوزارات توائر وزارية معنية وكذلك المحافظة السامية الأمازيغية هناك اجتماعات متتالية للغوض في عمق هذا النص كاقتراح كاقتراح جاد يعني وحمد لله هنا نقول المشروع ناضج وسوف يقدم إلى الحكومة ثم إلى البرلمان بغرفته ويكون نقاشي إن شاء الله في المستوى هذا التحدي لأن هذه إضافة أولا الأكاديمية أو المجمع اللغة الأمازيغية يا مؤسسة دستورية سوف تتكفل بتهيئة اللغة وسوف تتكفل بترقية اللغة معيارية وهذا يعني يقدم الإضافة للمحافظة السامية الأمازيغية ولكن نؤكد على أن ضروري أن تكون علاقة تكاملية بين المحافظة الأمازيغية والأكاديمية وهذه الأكاديمية نقول مهمتها هو ترقية هذه اللغة لأن التركيب البشرية تعالى الأكاديمية هي أكاديميين جامعيين ونفتخر أن الجامعة الجزائرية تخرجت منها كفاءات وحصلين على شهادات يعني لأن الكادر البشري كله دور جد فعال وبطبع تكفل بكل المتغيرات اللغوية الأمازيغية نتكلم على الأمازيغية بكل الألسنا يعني المتداولة عبر طراب الوطني إذن الأكاديمية سوف تقدم هذه الإضافة التي نسعى إلى تحقيقها سويا في غضون سنوات المقبلة بحول وهذا ما صار لا بد أن يكون تجنيد على كل مستويات لأن الأكاديمية عندها عمل والمحافظة عندها عمل والدوائر الوزرية وحتى المجتمع يعني العمل في سياق تكاملي يجمع كل هذه وحتى المواطن لا بد أن أيضا يقوم يعني بتوظيف هذه اللغة على مستوى مؤسسات تنشيئة الاجتماعية إلى آخره جزيلا شكرا لك سيد سيلها شميع الصاد لأمين العام لمحافظة سامية للغة الأمازيغية على كل هذا التفاصيل موفقين بحول الله تعالى شكرا لك مشاهدينا نتوقف عند